المسيحية بتتميز انه الاله اله المسيحية او اله الكتاب المقدس هو الاله الحقيقي هو يقدم هذا الاله ثالوث قدوس اعلن عن ذاتك يا ثالوث الله محبة الله روح الله نور الله المخلص والفادي وايضا الله اب يعني المسيح بيوضح لنا انه هاي المحبة محبة الاب لأولاده وانه هذا الاله ايضا هو اله شخصي قريب مش بعيد هو اله شخصي جدا يعني بولوس لما اتكلم مع الفلاسفة عرف عن هذا الاله الخالق المهيمن الحافظ المسيطر هون بينقو التعليم الفلسفة الابيكوريين انه المادة تنادي انه المادة ازلية لذلك ليس لها خالق وبنفس الوقت نقض تعليم الرواقيين لانه كانوا بيامنوا بوحدة الوجود اي الله والمادة شيء واحد اعتبروا انه الله هو جزء من كل شيء ولا يمكن بالتالي انه قد خلق نفسه كان تعليم بولوس مستند على الكتاب المقدس من دم واحد كلنا متساون فاذا الابيكوريين كانت الغاية الرئيسية منها هو تجنب الالم كانوا ماديين يعني لم ينكر وجود الله ولكن كانوا يؤمنوا انه الله لا يتدخل في شؤون الناس اما الفلسفة الرواقية بتنادي في مبدأ ضبط النفس يعني الابيكوريين تجنب الالم الرواقية على النقيد لا فيه ضبط نفس لانه غاية الحياة الوصول الى نقطة اللامبالاب السعادة كليا والألم يعني تختبر الألم ببساطة الفلسفة الابيكورية هو البحث عن السعادة عن اللزة مثل فلسفة الهيدنزم الرواقيين على النقيد يعني يضعون الفكر فوق الاحساس فوق المشاعر والعيش بتناغم وتناسق مع الطبيعة مع العقل فكانوا بينادوا انك لازم تكبح الرغبة من المتعة كانوا في غاية التأدب على فكرة كانوا ناس كويسين بولوس درس هاي الفلسفات وكان بيعرفها وبيعلمها او كان يعلمها جيدا الابيكورية الابيكورية جنب الألم ماديين الابيكوريين من الابيكور الفيلسوف علم ان الملزات والمتع الحية وليس السعي السعي وراء المعرفة هي الهدف الرئيسي للحياة الرواقيين الحكمة تكمن في التحرر من العواطف عدم التأثر بالفرح او الحزن في الخضوع اللا ارادة للقوانين الطبيعية خلي بالك انه بولوس كان بيكلم الامميين ما عندهم مش خلفية عن تعليم العهد القديم اشتركوا في القناة